السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شغطكم بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة الحلقة اللي لدينا اليوم حنشوف مباراة أسطورية جدا هذه المباراة مباراة رح تنبو انكم شفتوها مباراة هاي اللعبة بين بطل عالم بوبي فشر وبطل العالم الثاني بوريس اسباسكي المباراة هي صارت في 1992 في يوغوسلافيا بمدينة كنوة ومنطقة اسمها ستيفيان أند بلغارد ما بعرفها اسم دولة ولا اسم منطقة ولا اسم عاصمة ولا اسم مدينة ولا قرقية انتو حكولي بالكومنتات اهلا حكي كل ما بهمنا بهمنا الجيم وحتشوفوا جيم تحفي بوبي فشر بالابيض وابلش بنقة الـ E4 سباسكي لعب السيفا بالدفاع السقلي اللي عمل عنه حلقه بالقناة لو بتحب انك تتعلمه تلاقي الرابط بالوصف وشو كمان بتلاقي الرابط بالوصف الرابط الخصم على الكورسات بذكركم بالخصم الموجود على الكورسات اللي بينت يوم الجمعة لو انت يعني ما اشتريت الكورسات وما يتم انك تشير الكورسات فاغتنم الخصم يا صديقي بعد الـ E4 C5 الجيم كمل نات F3 لات C6 وبوبي فشر راح للبشوف بي 5 هذا اسمه الرزوليمو أتاك اللي هدفه انه انا اوكي ما بروح مثلا لـ D4 أوبين سيسيليا لا بلعب بشوف بي 5 بكون هدف انه انا اكل اعملك دابل بونز والعب D3 تبيت قصير اخلي البارق تابع البارق اخلي البارق تابع المربعات البيضة وغالبا غالبا هدف هيك ناس انه تروح لأوضاع متعاللة لانه كتير بيكون سهل للأبيض انه يتعادل بهالأوضاع بعد البيشوف بي 5 الجيم كمل G6 اكل على C6 وكمل هون بالتبيت القصير بيشوف على G7 رك على E1 وهون نقلة لازم تنلعب صراحة E5 هون لو انت جيت نايت F6 انا بلعب لك E5 وبخرب عليك يعني بخرب عليك حياتك فعليا وبعدين مثلا بلك تيجي هون مثلا او هون بمكن لعب لك H3 وجيت هون بمكن لعب لك C4 فيدك هذا بتذكر عليه بتصير حكاية يعني فلعب E5 هو بحد ذاته لشان يمنع E5 من الخصم وبعد ال E5 هون بوبي فشار راح ل السيكرت وابن تابعه ولعب ال B4 راح للوينغ غامبت الوينغ غامبت هو معروف انه غامبيت ضد الدفاع السقلي انا عامل عنه حلقة بالقناة لو بتحب انك تتعلمه كمان الرابط بالدسكريبشن الفكرة منها للقنبيت انه اوكي انا بضحي لك ببيدق وبعدين بلعب لك H3 لو بدك تاكله فانا بجي لك بشوب H3 غير انه فيه القوي وما ينعك من التبيت بيكون عندي شي اسمه Open Files Open Files هي الأعمل المفتوحة اللي بتعطيني لعب طويل الأمر تخيل هون مثلا انا جيت نات سي 3 Queen Z1 Queen A3 وضغط ضغط اسطوري عبيدق لأ 7 صعبه كتير انه ينحمه فللتضحية هي اهداف كتيره واسباب كتيره وفوائد كتيره بعد A3 القيم كمل C5 بيحميل B4 اكل اكل على B4 ونقلة رهيبة بصراحة D4 ما بيحطي وقت بدك تضحي بدك تلعب قامبيت ما بينفع تستنى وبدي يصير بتروسيان الحق الجندي هذي كي يعني انه بدي استرجعه بدك تضحي بواحد ثاني وثالث ورابع بعد D4 انا بدي افتح الوضع فورا ملكك بنصف الشارع انا بطول بستغل هالشي E-Tex-D4 B2 طالب البيضق هذا مرتين وما بتغذر تحميه لقيم كمل D6 N-Tex-D4 وين D7 اللي هدفه انه انا اهرب من تكتيك كان موجود هون لو الاسود كان كيرلس او ما انا مهتم ومثلا اجا نات E7 انه اوكي او B7 او ركبي 8 اي نقلة ما انا مهم بي عندي نات C6 مهدد ومهدد بدك تحرك انا باكل هون لو جيت حتى هون انا باكل او اغير باكل هون طب انا باكل القلعة وبتخسر القلعة كاملة فاية الفكرة فمشان اقوم هون ايش Queen D7 لو بدك تيجي هون او هون انت ما بتكون طالب وزيري وانا ممكن اكل بشوب تيكس على ال B2 بعد Queen D7 القيم كمل N-D2 انه اوكي كنت عم بيمزح معك انا بس جاي اسلم يعني ما اجا اعمل شي انا بس جاي اسلم انه اوكي يلا ها N-D2 والابيض ما خلص انتشاره وهي الفكرة من القامبت يبعطيك وقت ممكن انه انت تخلص انتشارك قطعك بتكون بكتر ممتازة بعد خصمك عادة بتكون سيئة نفس ما احنا شايفين حاليا والابيض بيكون عنده تعويض عن هذا البيضق واللي بيعجلني كمان بالقامبيتات انه صعب خصمك يلعب احسن نقله يعني صعب انه الحدا اللي قبل القامبت انه يتصرف بعد ما يقبله وهذا الشي بخلي انه يصرف وقت وحكاية فانا بحب العقامبيتات بعد نايت على ال D2 القامل بشبع على ال B7 مشاق مسك خانة C6 نايت على ال C4 اللي هدفه انه انا بضغط على ال D6 نايت على ال S6 بهذا الوضع انا ممكن ايجي نايت F6 بس نايت P5 ممكن اتصنبويت تكون مزعجة وغير هيك كمان انا ممكن زيح صاني اي مكان ما ضروري هون ممكن يعني بتصور على ال F3 غير هيك كمان هم في تكتيك انا ما شفته ليسببا ما لهو نايت D6 بعد كمين D6 في E5 فورك ما بس فورك وحتتخسر ورا لانهون اوكي لو فورك عادي بتزيح بس مشكلة انه تشك بعدين هتخسر ورا لفيل هتخسر ورا كمان المزير يا ساتر عها تكتيك شو ما شفته والله تكتيك جميل بصراحة بس ال انجن ما يقصر بعد نايت على ال C4 النايت على ال S6 مشان يخلي الوتر هذا المفتوح له ويمنع فكرة النايت D6 مع الفورك هاي لشونا قبل شوي بعد النايت على ال S6 بوبي فيشر بلش بالإبداعات تبعه ولعب نقلة رهيبة جدا 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 ايه شو القصة نايت على ال F5 ثلاث أربع عشر علامات تعجب وانت طالع نايت F5 شو الفكرة انه انا بس بدي افتح الوضع وبدي استغل الاضعفات اللي عندك وما تجد كل شي كل شي ضاير بالهوى طبعا هون انا يعني مهدد G7 بالمرتين لو بدك تاكل هون انا ممكن اكل الفيل امهدد القلعة بالحصان بتطر انك تخسر قطعة وتخسر قطعة ضد فيشر مانوش يمنح ابدا فبهذا الوضع شو كامل 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 شو بتكس بي 2 اعطى بيدق D6 ما اتشك بعد كينج هون اكلنا على ال S6 هلا اكلت ال S6 بتحكيرو انه اوكي اخوه القلعة بس هو ما اخده فورا لعب F6 الفكرة من F6 انه انا ما بدي اعطيك اعطيك بيدقل F7 تمام لقيم كاملات F7 بده ياخو القلعة والقلعة هي رايحة رايحة لانه خلت G8 ممسوكة اكل على ال D1 اكل روك 8x D1 و كينج E7 كل فكرة من كينج E7 انه انا على اقل يعني ما بعطيك اهب بلاش وما بديك تنزلها على الصف السابع يعني هون مثلا لو انا جيت روك G8 انه اوكي يعني بركي هربتني بس الفكرة انه هون القلعة تنزل سابع وما بدك القلعة تنزل سابع لانه معنات F6 روك F7 او حتى ممكن ايجي E5 تيكس روك هون تعمرك مشاكل اذا ما هلأ على مدى البعيد فهون كانت الفكرة انه انا ايجي كينج على E7 بعد كينج على E7 اكل القلعة بعد ما اكلها كمان مرة كمان مرة نقلة علامة تعجب عشان اعطيكم hint هي العلاقة بالنقلة اللي قبله او ما اللي قبله نقلة الحصان اللي قبله نايت F5 تشك ما قبل شوي ايجي نات F5 ما قبل شوي هون ايجي نات F5 امتى ايجي نات F5 هون ايجي نات F5 معنو كان ممسوك ولا رجع ايجي نات F5 معنو ممسوك بنفس البيلق بس المرة تنمو جبرتاك لو غصبا عنك هلأ شو الفكرة انه انا كاش الملك وما بيقدر يجي وما بده لو اجي على F7 ها يفورك لو اجي على نيت ها يفورك لو اجي على F8 ها يتشك وخلص بتروح القلعة فما بدك تروح لو جيت هون ممكن اكتشك هيك بعدين اكسب الفيل هذا اللي على البي سابن وطول ما انو اكسبت الفيل على البي سابن قيم انتهي حتى انا ممكن يعني اتخيل يعني هيك تكمل تقريبا يعني هيك هتكون و في الوضع خساري يعني ليش اكمل اصلا تمام و غير كان ممكن اكسب القلعة ما انسوا انسوا المكتر التكتيكات الوحبين ساة تكتيكات احسن التكتيكات فبعد انت F5 اكل على F5 اكل على F5 ما عاد شك بيشب E5 طب اغير كانه مضحي على الفاضي شو استفاد يعني شو استفاد الان طبعا شغلة مهمة انه بعد هاي الكشة انت مجبر انك تغطي بالفيل لو جيت هون او هون عنها نفس الفكرة شك و اكسب القلعة ولو جيت هون عندي شك و اكسب الفيل فاجه بيشب E5 وهون كانت الفكرة افور بدي اكسب الفيل و افوت نهاية وضع مكسب فيه بس ماتيريا الافضل خيل انه كل هالحاكي كان حسبه من النات F5 الاولى يعني حسابات اقسم بلا اسطورية روكسي 8 اكل على E5 روكسي 2 ممكن يأكل اوكي بس الاحسن انك تأكل E6 ليش مشان انزل صف سابع انا هون مهدد اكشك و اكسب الفيل اجب بيشب C6 مشان يمنع هاي الشغلة اوكي انت جيت بيشب C6 الفيل والقلعة على نفس العمود روكسي 1 تعالوا نكسر كسر كسر و اجب كينغ على D6 كشه من D1 بعد ما اطلع الملك على E5 اوكي ممكن يرجع الوارا بس حتكون باسف يعني غير انك حتكون باسف البيضاق انا ممكن يسقط اوكي هذا بيسقط هيك مثلا اوكي اجي على E5 بلكي بلكي اكل و فرط هو للبيضاقين طبعا بابي فشر قال له ولا تحلم E7 الملك تبعك ما عارف يرجع ولا عارف انك تأكل هذا البيضاق بقيم كمل E5 بحاول انه يعمل شي بالبادق يعني روك على C1 اعطين الفيل روك على C5 ما بعطيك حتى وقت تاكل F5 اكل على E5 روك على E7 اعطين الفيل بشبه على E8 روك على B7 اعطين B3 كينغ على C3 كينغ F2 انت ملكة يخلي التهيبها البيضاق انا راح اطلع 1 2 3 4 5 6 7 وارز 1 2 3 و اجيب وزير واكسب القيم القيم كمل نفس ما قلنا بالظبط بس الفرق هو ترتيب النقلات وشوية accuracy جاب وزير اكل اكل طلع بالملك وبعد كينغ دي سكس استسلم هون بوريس اسباسكي ليش؟ لماذا؟ ليش؟ لانه هون انا بدي ايجي هيك واجيب وزير لو منعتني بيبي شوب هون انا باكل بعدين ممكن ايجي هيك وادز واجيب وزير ولو ما منعتني بنا نفترض هالسيناريو صار او ما هالسيناريو 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 ابو كلب من عند الانجن شو صار هالهون اوكي هادة FHD انا كنت محضر لين وين راح اللين اوكي هادة اللين بكون بس الفكرة اوكي خاني فرجيكو اللين مثلا شو صار نفسي اعرف وين الجام خلص؟ الجام الهون خلص فعليا اوكي الجام خلص هون انا بدي اكمل كينغ دي سفن لو بديك تيجي هون انا ممكن اجيب وزير والفكرة انا باعد تيكس تيكس بديك تيجي هون بلعب اش 3 بتيجي هون انا بلعب جي 4 تيكس تيكس وبجيب وزير وبكسب هاي الفكرة يعني بلز بجيب وزير بيدق بيدقين ضد وزير بيكسب الحلق اللي عنده وزير فهاي كان الفكرة بكل بساطة والابيض هون كسب بابي فشر كان سراح جدا جميل اعطوني رأيكم بالكومنتات شكركو عمشاهدة خلونا نوصل هاي الحلقة له 300 الف لايك او 300 لايك يعني بس ضرب 1000 مشان لو ابو فلا شاف هاي الحلقة ما يضحك علينا شكركو عمشاهدة بشوفوا ان شاء الله بالحلقات الظالمة الى اللغاء جميعا سلامات